بسم الله IFC Builder تقدر تقول له انا عايز ابدأ ملف جديد تبدي له الاسم اللي انت عايزه والدسكريبشن بتاعه والمساري اللي انت عايز احط فيه لاما تقول له MT Job يعني حاجة فضية خالص لاما Automatic Introduction طب انا هقول له MT Job هيبدأ يجيب لي Floor Group يعني انت عايز ايه اللي توري اللي تكون مببودة عندك فتقدر تضيف تقول له New Floor Group تمام تقول له مثلا هيبه ارتفعتها 3 متر تمام فبدأ في Floor 1 وفي roof وهكذا ممكن اقول له انا عايز اضيف اسفل Ground عايز اضيف basement مثلا basement هيبقى 3 متر مثلا اوكي نضيف واحد كمان basement 2 تقدر تغير الارتفاع ده الرقم بتاعه فتبدأ تظهر عندك اوه ده basement 2 المسافة تحته دي تقدر تعمل لها edit تقدر تقول له insert تنزل الدور كمان تمام بقى عندك ثلاثة basement وفيه بس هو ground والfloor تقدر تلغى اي دور فيهم لو حابب تمام وكذا لما تخلص تقول له accept بيوش تو انتروديوس اوكي يقول لك ان انت عايز تعمل تحط كل الدور تبدأ بقى تقول له تضيف عناصر في قلب المشروع دوت تمام المفروض عندك ملفات ifc تبدأ تحطها او dxf او dwg تمام طيب اقول له cancel هيبدأ يفتح لي الملف وحط فيه الادوار اللي موجودة لو انت عايز تشوف الادوار اللي انت عملتها هتلاقي floor groups هنا هيجيب لك كل الدور وتقدر تديف زي ما انت عايز وتقدر تدخل ملفات اللي تكاتف كل الدور فيهم وبعدك هتقدر تشوف الى حيات اللي انت عايز ترسمها مثلا floor عايز ترسم floor عايز ترسم opening عايز ترسم column عايز تعمل spaces كل الحاجات دي تقدر تعملها من داخل البرنامج يعني هنا ifc هنا بتقدر ترسم جواها وتقدر تعمل كل الشغلة جواها وتقدر تشوف الحاجات بتاعتك 3d تقدر ترسم دور دور الحاجات اللي انت عايز ترسمها تمام زي ما نشوف مع بعض في الدروس اللي جاية ممكن تقول له زايد تقول له مثلا الـ sequence و الـ reference و الـ accept وبعدك هتقدر ترسم الحوالي بتاعتك تقدر تشوفها في 3d زي ما نشوف بعدك هتقدر في قناة بيم عربية وبعدك هتقدر تقول له هايشوها في 3d فيقول لك هايشوف اللي دور كلها ولا دور اللي انت شغال عليه بس تمام فتزابط الاعداد تبدأ تشوف الشغل بتاعك على 3d موسيقى 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 موسيقى